في العالم كله الناس أصبحت بتتابع يومياً النشرات الخاصة بالحالة الاقتصادية وكأن الحالة الاقتصادية في العالم بقت هي العنوان الرئيسي بمعنى إيه؟ بمعنى أنه مش بس عندنا هنا في مصر أو الإعلام المصري ولكن لو أنت يعني قدرت المؤشر على أي محطة أجنبية كانت يعني في أوروبا أو في أمريكا أو حتى في أسيا هتلاقي أنه عنوين الاقتصاد هي العنوين الرئيسية الفكرة بأنه هي فكرة أنه إزاي الناس هتعدي الأزمات وأفكار بقى كتير مش عايزة أقول بره السندوق لكن أفكار عملية أفكار حتى المفروض أن احنا نكمل بها حياتنا فكرة أن أنت تبقى مقتصد وتعلم يعني ولادك الاقتصاد يعني كتير قوي الأسر المصرية والعربية بشكل عام احنا عتدنا على مثلا السفرة المليانة اللي هو لازم تحط صنفه واثنين وتلاتة ومش بالضرورة بناكل ده كله رغم أن كل العائلات دلوقتي بتحاول أن هي تاخد بالها من صحتها يعني تاكل بشكل عام صحي فأعتقد أنه فكرة الاقتصاد أنك تبدأ تلتزم الأسرة يبقى عندها ميزانية محددة ودايما بينصحوا خبراء الاقتصاد بيقولك امشي لما يكون عندك مثلا يعني ميزانيتك مش كبيرة بلاش تحط كل ما تملك تروح تشتري يقولك ايه يشتري حكة الشهر بحكة الشهر دي أحيانا بيخلص الشهر أنت ما بتستخدمهاش فبقت فكرة إما تلاتة أيام تلاتة أيام أو كل أسبوع لكل أسبوع لما بتخلص المخزون اللي عندك ده بتبقى حاسس تمام أنا يمكن الأسبوع اللي بعد وأجيب حاجات تانية ففكرة بتساعد الناس بشكل أو بآخر وكمان الأكتر هي تدريب الأجيال الصغيرة في البيت بمعنى ايه يعني ولادك بزيت احنا بندلع ولادنا كتير يعني يبقى مثلا طالب يعني خلينا نتكلم من 16 سنة يعني انت عارف حتى البطاقة سنة هتغير فانت من 16 سنة تقدر تعتمد عليه في البيت يعني تدي له مزانية بسيطة وتقوله ايه رأيك يا بحميد كده انت تمشينا الأسبوع ده أو انت تعمل كذا أو انت مسؤول مثلا تشتري لنا كذا أو تعمل كذا صدقوني الأولاد بيبقى عندهم أفكار حلوة ممكن جدا ان هم ويعتمدوا يعني انت تعتمد عليهم ويطلع منهم حاجات كتير